يا أهلين وسهلين بكل الغوالي متابعين الأعزاء متابعين قناة كول في الفيديو تبعنا لليوم رح نتعرف على إحدى النبتات القديمة الجديدة اللي دائما موجودة عندنا معظم حدائقنا معظم منازلنا موجود من هذه النبتة هي نبتة قطر الندى أو حي العلم أو اليهود الزاحف وأسماء كثيرة لهذه النبتة في البداية حبيت أنا يعني أهدي هذا الفيديو مخصوصا مخصوص يعني لصديقنا الغالي والمتابع مصطفى يونس طلب منا هذا الفيديو وبناء على طلبه طلبه عزيز علينا اعملنا هذا الفيديو رح نخص هذا الحديث طبعا ببديه إله وإلكم كمان أيضا رح نخص حديثنا لليوم عن العناية الكاملة في هذه النبتة وأيضا الاكثار منها وكل ما يهم هذه النبتة وبعض الأسرار عنها ها هي نبتة قطر الندى هي من النبتات المزهرة نبتات الزينة المزهرة لديها أزهار حمراء وزهري يعني ما بين ألوان تدريج لون الزهري بتزهر بتبدأ عنا من بداية فصل الربيع ويمتد الإزهار تقريبا حتى نهاية فصل الخريف هي نبتة دائمة الخضرة للعلم يمكن زراعتها بالأرض مباشرة عشانك سموها اليهود الزاحف بتظلها تزحى فممكن أيضا زراعتها بالأصص وأيضا بالأصص المعلقة مثل الموجودة معنا هذه النبتة الموجودة عندنا طبعا أنا عطول أخذت هذه النبتة إحنا الآن تقريبا مع نهاية فصل الشتاء أخذت النبتة على طول ما عملت لها أي عناية أو رعاية ما بعد فصل الشتاء حبيت أعملوا معاكم عطول مباشرة هذه النبتة إذا كانت الأجواء عندكم في فصل الصيف شديدة الحرارة ابنضعها بمنطقة شبه مضللة أو منطقة تصلها أشعة شمس الصباح إذا كانت الأجواء معتدلة ابنضعها تحت أشعة الشمس المباشرة يمكن أن تعيش بالداخل طبعا وبنحميها بفصل الشتاء داخل منازلنا ولكن يجب توفير إلها إضاءة جيدة بالداخل ممكن على البلكونات أو إضاءة تبقى يعني كتير كتير ممتازة بيكون جيد إلها ولكن مع التقليل من نسبة الريل لأنه ما يسبب لها أي تعفونات أول شيء هذا بالنسبة إلى المكان تروى هذه النبتة احتياجها متوسط إلى الماء ابنرويها عن جفاف سطح التربة تقريبا بشكل كامل بكمية قليلة فقط من الماء هذه طبعا لسه أنا ما رويتها رح أعرض لكم طريقة ريها الكمية اللي أنا رح أضع لها لهذه النبتة لاحظت أنه سطح التربة فيها جاف برويها تقريبا هذا الإصيص حجمه تقريبا 4 لتر بضع لها تقريبا لا يزيد عن 300 ملي ماء هذا يكفيها هذه كمية الري اللي أنا برويها تقريبا بفصل الصيف بتحتاج عندي بمتوسط كل أربعة أيام مرة فصل الشتاء إذا توفرت الأمطار لا حاجة للري إذا ما كان في عندك أمطار كل أسبوع مرة يكفي هذا بالنسبة إلى الري أما تسمد هذه النبتة هي نبتة للعلم سهلة في العناية يعني خلينا نحكي للمبتدئين في الزراعة ممتازة هي نبتة متعففة للعلم في مواضيع التسميد يعني أي سماد عندك في المنزل يعني مثلا قشور الموز منقوع قشور الموز والبطاطا ممتاز إلها أي أسمد نيتروجينية موجودة عندك تفل القهوة تفل الشاي أي شيء بإمكانك تسمد فيه بالأسمد هذه الطبيعية تقريبا كل 20 يوم مرة بكفيها بإمكانك أيضا أنا بستخدم دايما يعني عادة مش دايما في فصل الشتاء بحط لها سماد عضوي هذه فصل الشتاء بكرر عملية يعني التسميد إلى شهر 12 خلينا نحكي في شهر 2 بضع لها سماد عضوي أما في فصل الصيف والربيع بضع لها مثلا سماد NBK متوازن 13 13 13 20 20 بضع مثلا عندي لتر ماء نصف ملعقة سماد NBK وأيضا بضفلها سماد الحديد كثير بنصح فيه أنا سماد الحديد بيعطي للأوراق لمعة وخضرار جيد برضو كمان نصف ملعقة طبعا بإمكان أنه أنا أخلط بين السمادين سماد NBK وسماد الحديد وتكرار هذه العملية كل شهر مرة لهذه النباتات بخلطه جيدا يعني إذا صحي لها كل شهر أنه أسمدها بهذا السماد بيكون إشي بيرفكت طبعا أنا رويتها للعلم دائما بسمد بحاول أسمد لما تبقى عندي النبتة تربتها رطبة قليلا أما ما برويها يعني أنا الآن رويتها ما برويها وباجئ أحط لها سماد ولكن للتوضيح للتوضيح أنا حبيت يعني أوضح لكم بضع لها تقريبا يعني هذه النبتة بمتوسط 200 ملي من السماد في عندي كمان نبتة هون هذه قمت بالإكثار منها بدي أحط لها برضو شوي هذه رح أعرضها عليكم كمان شوي الآن هذه هي عملية التسليد كررها كل شهر مرة بيكون ممتاز في عنا عملية التقليم وهي يعني الموضوع يعني المهم هذه النبتة إذا بدأ تركها دائما هيك تتمدد يعني عندي في الحديقة بلاحظ أنه الأوراق تبعتها أو الأغصان صارت خالية من الأوراق مثل هذه شايفين هذا الغصن صار خالي عندي هذه تقريبا عمرها الشتلة تقريبا يعني بحدود يعني سنة يعني هذا الأغصن عمره تقريبا سنة صار عندي زي هيك بحاول دائما أنظف النبتة من أي أغصان جاف هذا أول شيء بقوم فيه لاحظوا هذه الأغصان هذه دائما إيش باستمرار بأشيل هذه الأغصان ما بخليها على الشتلة تبعتي أي أغصان لاحظوا حبيت أنا أخليها عشان أوضح لكم هذه الأغصان بتخلص منها دائما حتى أخفف على النبتة وأعطيها دفعة لنمو جديد بأغصان جديدة هيك أنا بحافظ على هذه النبتة أي أوراق صفراء ممكن ألاحظ أوراق صفراء مثل هذه اللي هون عندي هذه الأوراق هذه أيضا بحاول أنه أزيلها لاحظوا هذا بالنسبة للعناية بعملها أيضا تقليم يعني ما بدي إيها ظلها تتمدد عندي بحاول أنا دائما أعطيها كثافة في الوسط وتنزل عندي الأوراق يعني بصورة مرتبة فعشان هيك بعمل أنا إلها تقليم هذه بعملها يعني عملية التقليم هذه دائما بعملها يعني مع نهاية فصل الشتاء تقريبا بقوم بعملية التقليم لأنه رح تدفع عندي نمو مع بداية فصل الربيع وأيضا طيلة فصل الصيف رح تبقى عندي يعني هذه دفعة نمو إلها بأسوي أنا هذه العملية بكررها لنابتتي لاحظوا كيف هذه كلها الأغصان بزيلها بتصير عندي زي هيك بتبدأ عندي نموات جديدة مثل هذه النموات لاحظوا لاحظوا هذه النموات الجديدة بتبقى داما عندي حلوة ومرتبة ليش لأنا بقلم أنا القديم بخفف عن النبت بتبدأ تعطيني تفرعات أكثر وأيضا بتعطيني نموات أفضل لما نخلص من التقليم مباشرة باجي هون لعملية الإكثار خلينا نيجي لعملية الإكثار بجيب الأغصان أي غصن الأغصان هذه اللي أنا قلمتها لاحظوا هذه الأغصان فيها عقد هون هاي العقد هذا دربالكو ساقي هذه بتتكاثر عن طريق الأغصان الساقية وأيضا الأغصان الطرفية بحاول تحت العقدة ابن الصانطي لاحظوا كيف هاي العقدة هون تحتها ابن الصانطي بقص بخلي طول الغصن بمتوسط تقريبا سبعة سانطي بقص صار عندي هنا غصن هذه عقلة هذه العقلة جاهزة للإكثار هذا الساقي بكرر طبعا بحاول أزرع عدة عقل يعني لو حطيت في إصصيز زي هذا عشر عقل بكون ممتاز وبتركهم بنفس الشتلة لأنه رح بعطيني كثافة أكثر إذا كان عندي أوراق في الأسفل أو حتى نموات جديدة بدي أعرض لكم برضو هل قيت أجيب واحدة بأزيل هذه النموات اللي في الأسفل بترك فقط النموات اللي في الأعلى إذا كانت جيدة إذا ما كانت جيدة مش مشكلة طبعا أنا بقص بشكل مائل من الأعلى بعرف الاتجاه وما بخلي أي أصابات فطرية تصيبها من الأعلى مثلا في عندي غصن خليني مثلا أجي لهذا الغصن هذا غصن طرفي هاي الطرف بنفس الطريقة بقص من هون بزيل هذه الأوراق اللي في الأسفل كل سهولة بتنزال بخلي فقط النموات اللي في الأعلى منها هيا هيك لاحظة بس بخلي هذه النموات وبغرزها رح أوضح لكم الآن طريقة زراعتها هذه النبتة بتفضل بتفضل تكون التربة تربة خفيفة يعني خلية بيتموس راملوطين بكون ممتاز إلها ولكن إذا ما توفر عندك البيتموس بإمكانك زراعتها بأي تربة محلية موجودة عندك يعني ما تخلي أنت التربة تعيقك لأنه هي بتنمو فيها ولكن تفضل هذه التربة الآن بجيب العقدة أو العقلة بغرزها نصها بالتربة بهذه الطريقة بكرر العملية مع كل الأغصان بغرزها للعلم أن هنا بدي أحط يعني كمية بس هذا فقط للتوضيح لاحظوا كيف هيك أنا غرزتهم رح أعبي كل هذا المكان يعني ما بكنا حط هنا خمسة عشر خمسة عشر عقدة أو عقلة يعني هي كمان عقلة هون بزيل الأوراق خليت فقط العلوي وبغرزها هيك بتبقى عندي نبتة قوية كثيفة طبعا برويها أول ريّة بتكون عندي ريّة جيدة حاول وضع النبتة هيك كويس حاول إضع النبتة الآن بمنطقة مضللة أو شبه مضللة أو تصلها شمس الصباح ما تحطها تحت أشعة الشمس المباشرة في البداية بتحتاج لنمو الجذور فقط عشر أيام بتبدأ عندك إيش الجذور بالنمو هذه النبتة أنا قمت تقريبا تقريبا يعني قبل أسبوعين بزراعتها بنفس الطريقة لاحظوا كيف بدأت عندي في النمو لاحظوا هون في عندي عقلة هذه عقلة ساقية من الساق لاحظوا الجذور هذه فقط أسبوعين لاحظوا كيف الجذور هيها بلاشت إيش تنمو عندي طبعا بعيد زراعتها أنا هذه ما في مشكلة أعرض لكم كمان وحدة طرفية هذه طرفية طبعا جذورها خفيفة هي شوي للعلم ولكن هيها بدأت هون في النمو الجذور وبالتشكل بلاحظ إنه إيش قوية عندي النبتة سهلة جدا بالإكثار في ناس بيحبوا إيش تجذروها في الماء أيضا طريقة يعني جيدة إذا بدك تجذرها بالماء ضع عقلة بتقريبا متوسط طول 10 سانطي في الماء بتبدأ بالنمو في الجذور تقريبا تحتاج أيضا 10 أيام إلى أسبوعين في الماء بعدك بنقولها للتربة ولكن أنا ما بنصح إنه أنت تجذرها في الماء بعدين تزراعها إلا إذا بدك تخليها في الماء يعني إذا بدك تخليها في الماء تمام خليها في الماء ما في مشكلة كل خمس أيام دك تغير عنها الماء بفضل الطريق إنه أنا أزراعها بالتربة مباشرة هذا تقريبا يعني كل ما يهم هذه النبتة نبتة قطر الندى هي بالفعل من النباتات الجميلة ذات القطر الجميل في شغلة إصابات يعني تقريبا شبه يعني ما في إصابات إلا إذا كان إصابات فطرية بسببها زيادة الري زيادة كتيرة في الري بسبب تعفل هذه الجذور وأيضا أو قلة الإضاءة إذا أنا حطيتها في منطقة مظلة كثير فبسبب لها مشكلة وبسبب إنه بتلاقي الورقة بتحسها زي لمجعلك الورقة ذابلة هذا بسبب إيش إنه أنا بضعها في منطقة إضاءتها غير جيدة يعني هذا بنسبة إلى الإصابات ما في أي إصابات حشرية بتصيب هذه النبتة يعني قليلة أو نادرة شبه مع دومة ودائما نتمنى لكم كل التوفيق ولكم منها كل التحيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته